اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اتجاه غابة او قريبة من المدينة كما تشاهدون احنا خرجنا من المدينة صوبة بوادي او طواحي المدن الآن وصلنا للنهر المجاور للمدينة المسمى واد اللوكوس او نهر اللوكوس من دينة الحصر الكبير من شمال المغرب نواصل طريقناه نحو الغابة لم نصل للغابة ربما اعتربنا اليها نحن في القريح الآن ننازلنا في اتجاه الغابة من ارتربنا من الغابة من المطاعة الكثير نحن في شمال على قوات تنقيقا واحدة من الكنوب وسط الغابة هذه الغابة تسمى غابة كارسيا نوعية مصر الكبير لغابة جميلة وغنية في النباتات النادرة والحيوانات كذلك دعنا نحن عند مداية الغابة سنبهات تسمى الغابة لنطفول منها في الهدتنا للبحث للسلام والبنية ومن ثم لا تنسوا الاشتراك والإعجاب وتعليق وصلنا الى الغابة سنحاول الدخول في رحلتين البحث عن السلاح في البرية أول شيء يجب البحث عن عصا لتحليب بعض النباتات او بعض الاشياء الموجودة في الغابة حتى لا نصدف أحد التعابين أو أحد حيوانات أو حشرات الضرة العقارب الى آخره نبحث عن بعض الأعواد سيكون العود ملائم سيكون العود ملائم وفي هذا المكان الغابة سيكون العودة مناسبة آخر هذا العودة مناسبة إلى حد الماء سيكون العودة سنكتفي مستمرون في رحلة البحث وسط الغابة ستسمعوا سلطا هناك سيكون عودة سحلية 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 يعني في هذه الأشهر بالضبط لأنها تكون في سوبات شتوي وتخرج من السوبات شتوي لأنها من دوات الدم البارد تحضي شتاء أغلبه نائمة وعندما يمضي الشتاء تخرج للطعام وللتزاوج يعني الآن فترة الحرارة هي خرجت للطعام وكذلك للتزاوج وهي من الحيوانات التي تصغر كثيرا على الماء وعلى الطعام والأماكن الممكن لأثور عليه فيها هي الأماكن القريبة من الماء لأنها تبحث عن الشرب وليس عن الغابة مجاورة للطارع كما تشاهدون يعني يتعرض السلاحي غالبا في الطريق لعملية الدهس أثناء أعبرهم الطريق للأسف نفايات داخل الغابة للأسف إن شيء مقلق ومؤسف إن الإنسان يعرفش يتخلص من النفايات دياله وكي يجيبهم هنالغابة يسيبهم كان وسائل كثيرا للتخلص من النفايات للنفايات اللي قابلة إعادة التكرار ديالها ممكن إعادة التكرار ديالها كذلك النفايات اللي ممكن تولي مواد عضوية اللي دوبال إلى آخر يستفد منها في الغرس يستفد منها في النباتات وأنواع النفايات الأخرى ممكن أنه يحرقها لك عملية سهلة للأسف للأسف نحن نتواصلين في رحلة البحث داخل الغابة اللي كتردات تكتر الشمش بزاف سلاحب كي بدأو الاختباء في أماكن اللي في الضل كذلك يعني في الحفر ديالهم يعني السلح فاس كتتحفر وكتتخبع هو المكان دياله لقد قمت بسيطة نقطة لنقبع الجديد نقبع نحن نحن نظيف الآن كان يوجد سوف نرى الغلاثة التي حريبة عليها لا يمكن أن تكون السلحفات التي تحرك في القرب عندما تكون حريبة يقدر السلحفات التي تحس بشي واحد قرب لها لا تجد تحرك بشي توقف الحركة تشتشي واحد من الوجود أو يلقاها توقف الحركة هذه هي حفر وجه الغابة يعني من صنع الإنسان لأسف إذا قمت بها سلح فات سعيد من هذه الحفر لن يخسر شيء واحد من الناس يخرجها نحن سلح فات نحن سلح فات نحن نرطب جوار هذا الواد لأن يكون هناك الرطوبة المياه للشيزاء والمياه الجوفية لأن يكون احتمال في التواجد للسلح بطارية الهاتف الشحن الهاتف السلاح والسلاح الباقي أبنتي سلح فات ربما 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 وحيدة هنا ربما لا تشاهدونها ها هي وحيدة سلح فات سلح فات وحيدة سلح فات كي تعرفون حجمها هذا هو حجمها محاربة بالقبعة هذه سلح فات كبيرة لست كبيرة جدا ولكن أنها كبيرة هذه السلحفات سلحفات أنتا سأريكم في فيديو آخر طرقة معرفة سلحفات الأنتا من السلحفات الذكر وسنحاول التعرفة على عدد سنوات هذه السلحفات ربما بحساب عدد الخطوط المتواجدة على ظهرها ليس عدد المربعات لأن عدد المربعات دائما يساوي 13 مربع لكن السنوات تختلف بهذه الدرجات ربما يكون عندها 9 سنوات أو 10 سنوات أو أكثر لأن السلحفات تعيش أكثر ربما هذه السلحفات خرجت من السبات الشتوي للبحث عن الطعام والماء كذلك للتزاوج ربما ربما تحمل تحمل البيض في داخلها ربما عندما تكون هاتان هاتان الجوانب منتفختان ربما هناك بيض يعني على وشك وضعه كذلك نجده في سلاحف الغابة هذا النوع من القراضيات القراضيات هي الحشرات التي تمسس دماء الحيوانات مثل الكلاب القيطات إلى آخر يعني أن اللي سيربي سلاحف في الدار سوضروري يدلهم الدواء يحيد هات القراضات دون نزعها لأنها في حالة نزعها تتعرض سلحفات للأذى ويتسيل منها دماء غزيرة دون هذه السلحفات التي وجدناها سنطلق سبيلها لتعود إلى مكانها طبيعي هذه فقط طريقة التي أردت أن أريكم إياها لكي تهرب السلحفات بسرعة نجب أن تضرب لها ضربا خفيفا على مؤخرة تظهرها هكذا وبيدي كفحت ليس بحجر أو بخشب أو أي شيء تترك لا تنهل ترجمة نانسي قنقر 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 ستعودو الغادة من هنا رسالة طبعاً لمربي السلاحف يعني لا تأخذ سلاحف أكثر مما تريد لا أخذ سلاحف أو سلحفتين لتربيتهما في المنزل أما تبقي السلاحف إن وجدتها فتركها في الطبيعة لوحدها وأنصح دائماً بتربيه سلحفتين ذكر وأنت وأن يكون سنهم أكبر وليس أصغر لأن الصغار لا تتحمل الغياب الكثير أو العطاش أو الجوع بينما السلاحف الكبيرة تتحمل ذلك وأنها قابلة للتزاوج ممكن أنك أوفرت لها بيئة مناسبة كالرمل من أن تضع في أحد الحضائق شاسعة وليس في صندوق كما تشاهدون بيوت السلاحف التي تعرض للبي فهناك ممكن أن تتزاوج وأنت لذا وأن تضع بيضها ويفقص ذلك البيض لسلاحف أخر لأن هذه كانت أول سلحفت هيا طلعنا ورجعنا للبيئة سلحفت أنتا وسنها 10 سنوات أو أكثر وهي في حالة وضع البيض سنتركها تذهب الانجايا لتوسط معادي بحرين السمرين في رحلة البحث نحن المكان آخر غير المكان الأول ترى هنا هناك سلاحة هذا المكان هناك سلاحة السلاحة الصغيرة أصغر حجماً من السلاحات الأولى التي يشبرنا لأن السلاحة الصغيرة لا تتنقل بزاف لا تتبتل بلساة بزاف لأن السلاحة الكبيرة لأنها تكون في رحالات مختلفة بينما السلاحة الصغيرة تتوقف قريبة الأماكن التي تكون تفقص بيضها فيها وكتعيش مدة لأماكن نفسها تج client فيما تشوفي بعض الدخور غضل أنها تلاحف وفيها تحتاج سلاحات قوقاعتها مثل السخرة وتجد الغتيبة أبيها اشتركوا في القناة 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 اضغط الناس في خاص بهذا المكان يضيع مستدئة تقيم ثم اضغط الناس في خاص اقرأ مع كل عينا ونضغطها في مكانها ربما لنسبحك هذا المكان فلنسبحك له مكان آخر ترجمة نانسي قنقر 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 من هذه السلحفات شاهدناها من على الطريق من الأعلى حتى يوجد حجم كبير خرجت للتناول بعض الأحشاب تنادي السلحفات كنا أنهينا لحظة البحث عن السلحفات ووجدناها في الطريق ونحن في طريقنا للعودة كما تشاهدون هي تهرب لتختبئ منا سأرى إنها تقيل شيئا ما إنها أنتا وتحميل كذلك بيض يعلى وشكي وضع بيضها في عمر تسع سنوات أو عشر سنوات أو أكثر هذا هو العمر الذي تلمحه تحويل الغروب والاختباء سنضعها تهرب وتختبئ سنرى إن كان هناك سلاح أخرى أم لا 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 لا أظن أنه كان هناك السلاحة أخرى حبما جميع السلاحة التي كانت هنا غادرت قبل الظاهرة قبل الشتاد الشمس تمس في اليوم هذا المكان بالطبع يصعب وجود فيه السلاحف لأنه فيه ورق البلوط وورق البلوط هو شبيه لمربعات متوجدة في دار السلاحف هناك سلاحف موجودة هنا يمكن أن ترونها الأولى ثانية ثانية وكذلك ها هي هذه سلاحف من السلاحف الصغيرة التي عطرنا عليها هذا اليوم وهو حجمها هذه أصغر من السلاحف التي وجدناها وربما هذه سلاحفات ذكر وهذا ربما سلاحفات أنثى هذه السلاحف جديدة كذلك هناك سلاحف أخرى في هذا المكان ربما شاهدتها تتحرك في هذا المكان أصغر من السلاحف هناك سلاحفات هناك سلاحفات أخرى هناك سلاحفات أخرى لحاديث لحاديث في هذا المكان ونحن كنا بسبب مقادرته سنبحث ونجد الكثير هنا ربما هذا المكان فيه الماء يجتمع فيه الكثير أعبر 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 السلاحف أعبر 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 من المكان أعبر أعبر انظروا السلاحف كيف تختبئ بسرعة حولنا أن السلاحف بطيئة لكن في بطرات تريد الهرب يتسرع كثيرا كما تشاهدون يتسرع كثيرا للهرب والاختباء لاحف تذهب الأولى على عجلة من أمرها ومسرعة ثانية كذلك ثالثة والرابعة سنتركهم يذهبون ونغادر تحديث سلحة سلحة جديدة حتى تظهر سلاحة ثانية كثيرا سأقرب الكاميرا أكثر ها هي الى مختبئة مشيح تموها ها هي هذه السلحفات حبما السلحفات تكر تختبئوا هنا إذن هذا اليوم مجموعة من السلاحف خصوصا بعد محاولتنا للرجوع يرش سائلا لإبعادنا عنه هذا وسيل الدفاع السلاح أنه ترش أحيانا سائلا أبيض سنتركه يذهب إنه سلحفات ذكر عمره أقل من الآخرين سلحفات ذكر تكون ربما سرعته أكثر من السلحفات الأنتة ويجد الهرب بسرعة وإنما السلحفات الأنتة تكون في خمول أحيانا خصوصا أنها تكون تحميل بيضها لأن هذا السلحفات ذكر سيغادر في طريق مغادرة بسرعة وإنما تسقط شداء كثيرا نزلنا مستمرين في البحث في هذا المكان سأختبئ السلاحف تحت أغتي تضعه مثل هذه الحفرة هذه الحفرة كانت تتواجد بها إحدى السلاحي حبما غادرت في الصباح هذه كذلك حفرة كانت تتواجد بها إحدى السلاحي هذه الحفرة وهي حفرة أخرى بها سلحفات هذه الحفرة هناك حفرة هناك هنا ومجد هذه الحفرة ومجد إنها سلحفات وهذا هناك سلحفات هذه السلحفات التاسعة التي أعطرنا عليها سلحفات التاسعة هذا اليوم هذه السلحفات التاسعة السلحف توجد اختباء إذن إلى هذا الحبد نقف هذا اليوم فقد عثرنا على تسع سلاحف وتركناهم جميعاً في الطبيعة حفاظاً على التنوع البيئي وحفاظاً على البيئة إلى رحلة السيد أخرى إن شاء الله دونتم في أمن الله ورعايته تحياتي لكم ولا تنسوا الاشتراك وضغط على سر الإعجاب وكذلك ترك تعليق علينا شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً بالض aan ًا